بسم الله النهاردة ان شاء الله نحلم مع بعض نموذج شامل من نماذج كتاب الامتحان لي الصف الثاني الثانوي طبعا النموذج ده هنضرب نفسنا كده من خلاله على يعني كيفية التعامل مع الامتحان طبعا ده النموذج الرابع طيب هنا بنقول اقرأ ثم اجب للدكتور فاخر عقل ان لجسد الانسان حقوقا ومطالبة وان له دوافعة وحوافز تنتج عن حاجات ومتطلبات ولكن له الى جانب ذلك نفسا هي عقل وهي عاطفة انها معرفة وعمل وانفعال وهي قادرة على السمو بصاحبها الى افاق المثل العليا افاق الحب والحق والخير والجمال كما انها قادرة على الهبوط بصاحبها الى درك الحيوانية ومهو الشر والاذى ان الانسان عاجز عن الانفلات من جسدي والتحرر منه وهو لذلك ملزم بتلبية حاجات هذا الجسد والاتفات الى مطالبه ولكنه قادر على التسامي بجسدي والتنصيق بين مطالبه ومطالب النفس الطيبة بحيث لا يضغى الجسد على النفس ولا تميت النفس الجسد وفي الاثر قيل ان لبدنك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا والسعيد السعيد من يوفق بين نفسي وجسده بين روحي وبدنه فلا يضطهد جسده ويميته ولا يجعل من نفسه عبدا لأهوائه الجسدية وشهواته البدنية ان جسدا متناغما مع الروح وان نفسا متسقة مع الجسد هما غاية الغايات وطريق الانسان الى السعادة طبعا يا جماعة قراءة المقال دي احنا بنقرأ المقال حوالي مرتين كده او ثلاث مرات بحيث ان انا افهم المقال بيتكلم عن ايه عشان اقدر اتجاوب عن اسئلة المقال بطريقة صحيحة وسليمة اقرأ المقال كويس جدا وافهم المقال بيتكلم عن ايه هنا رقم واحد بيقول مرادف تلبية تحديد في الفقرة التانية تحديد ولا تقدير ولا اجابة ولا تنمية في الفقرة التانية بيقول ايه وهو لذلك ملذون بتلبية حاجات هذا الجسد بمعنى اجابة حاجات هذا الجسد يبقى نختارل الاجابة رقم جيم اجابة طيب رقم اتنين بيقول التحرر في الفكرة التانية مضادها التحكم ولا التقيد ولا التضييق ولا التعسف طبعا يا جماعة هنا في الفكرة التانية بيقول ايه والتحرر منه التحرر منه طبعا التحرر مضادها يكون التقيد الى الاجابة رقم بقى طيب رقم ثلاثة بيقول انعلوان المناسب للموضوع هو كيف تسمو الروح الانسانية يا جماعة هنا بيقول للموضوع كامل فانا اختار هنا يعني كيف تسمو الروح الانسانية ده عنوان جزئي لا يعني يتفق مع المقال كله كيف نسلك سبيل القوة برضو لا يتفق ما تدافع الى التسامي بالجسد هنا متى تتحقق السعادة طبعا المقال كله بيتكلم عن متى تتحقق السعادة ممكن رقم ألف ورقم جيم دول يدخلوا ضمن اطار رقم دال فمتى تتحقق السعادة شملت رقم ألف ورقم جيم فبالتالي رقم دال كده هي الصعيحة لان ده هو العنوان المناسب للمقال كامل طيب بعد كده رقم أربعة بيقول هنا علاقة قول الكاتب شهواته البدنية في الفقرة التانية بما قبله ترادف ولا تعليل ولا تفصيل ولا نتيجة تعالوا نشوف كده بيقول أهوائه الجسدية وشهواته البدنية آه أهوائه الجسدية تمام بمعنى شهواته البدنية يبقى هنا يا جماعة جبل عبارة كده أو جملة بنفس المعنى يبقى طبعا هنا بين الجملة دي وما قبلها طبعا ترادف لأن ليها نفس المعنى طيب بيقول من خلال فهمك الفقرة التانية طريق السعادة يتمثل فيه الانفلات من سطوة الجسد ولا معرفة الحقائق الكونية ولا التناغم بين الروح والجسد ولا الخضوع للأهواء بيقول من خلال الفقرة التانية في الفقرة التانية بيقول إن الإنسان عاجز عن الانفلات وبدأ يكلم وبدأ يقول إيه بدأ يقول هنا يعني السعادة هنا من جسد متناغم مع الروح فبالتالي الذي يحقق السعادة هو التناغم بين الروح والجسد إلى الإجابة رقم جيم طب بعد كده بيقول ما المغزى من الفقرة الأولى وكيف دلل علي الكاتب نقليا في الفقرة التانية طبعا المغزى جمعه هو التناغم بين الجسد والروح وتلبية متطلبات الجسد ولكن ليس على حساب الروح فلا بد من التناغم بينهما ودلل على ذلك قائلا إن لبدنك عليك حق وإن لنفسك عليك حق طيب بعد كده المقالة التانية اقرأ ثم اجب يرتبط التنوع في الحيوانات كما هو الحال في نباتات بالظروف المحيطة فبعض التغييرات الكبيرة في البيئة المحيطة بالحيوانات ترتبط بالتغيرات الموسمية فالبيئة التي تكسوها الخضرة في الربيع والصيف تصبح بيضاء تماما وتغطى بالثلوك في شهور الشتاء وهذا يعني أن الحيوانات التي تقوم بالتمويه والتخفي تصبح واضحة للحيوانات المفترسة في فترة أخرى ولتوضيح هذه المشكلة تقوم بعض الحيوانات بالبيئات الشتوي تمر بفترة سكون عميق ده معنى البيئات الشتوي تمام خلال فترة الشتاء والبعض الآخر يغير لون في رأيه أو ريشه تبعا لفصول السنة والسبب الذي يجعل الحيوانات تغير لون في رأيها هو إما التغيير في طول اليوم أو درجة الحرارة أو الاثنين معا ويكون الفراء أو الريش ملونا أو غير ملونا نتيجة تغيير في كيميائية الجسم فمثلا يتغير لون ثعلب القطب الشمالي من اللون البني الرمادي في الصيف إلى اللون الأبيض في الشتاء معنى تمويه في الفقرة الأولى هنا بيقول في الفقرة الأولى تقوم بالتمويه والتخفي فالتمويه يا جماعة بمعنى الخداع أي يعني تقوم بالخداع والتخفي طيب هنا بيقول مرادف هنا بيقول في رقم 8 مضاد كلمة سكون في الفقرة الثانية هنا بيقول في الفقرة الثانية تمر بفترة سكون السكون طبعا مضاد الحركة فحركة طبعا مضاد للسكون علاقة ما بين القوسين في الفقرة الثانية بما قبله تعليل ولا نتيجة ولا تفسير ولا توكيد علاقة ما بين القوسين هنا بيقول إيه البيات الشتوي وبعدين وضح هنا أو فصر هنا المقصود بالبيات الشتوي ده إيه فقال هنا تمر بفترة سكون عميق فده تفسير طبعا لما قبله لان هنا فسر المقصود بالبيات الشتوي طبعا هنا رقم جيم طب هنا بيقول السبب قيام الحيوانات بالتخفي في الفكرة الاولى طبعا من خلال قرية المقال هنلاقي ان سبب التخفي والخوف طبعا الفكرة الجزئية التي لم ترد في الموضوع هي اسباب التخفي اسباب التخفي هنا ذكرها طريقة التخفي برضو ذكر طريقة التخفي وقت التخفي برضو ذكر وقت التخفي أما نتيجة التخفي يا جماعة فلم ترد في المقال بقى الإجابة الصحيحة لأنه عايز التي لم ترد في الموضوع طيب الحاجة أم الاختراع ناقش مدى اتفاق هذه المقالة مع ما جاء في الموضوع طبعا هتكتب يعني أن الحيوانات تكون بالتخفي يعني تبعا للتغيرات التي تحدث وتبدأ تكتب كل ده من خلال المقال يعني الإجابة موجودة بنفس النص في المقال طبعا السؤال رقم 13 و 14 ده اسئلة التعبير طيب بعد كده اسئلة أن اختر كالعادة الإجابة الصحيحة البيت الشعرية الذي يجتمل على لا عامل عمل إن طيب تعالوا هنا بنقول إيه كن صونا على المكاره صلبا لا جزوعا دي يا جماعة لا العاطفة لا العاطفة التي تثبت الحكم لما قبلها يعني أنها عايزك تكون صلب لا جزوع تثبت الحكم لما قبلها وتنفي عما بعدها يبقى هنا دي لا العاطفة ليست للنافية الجنس هنا بنقول إيه أقبله على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم لا بالجسم طبعا أنا عندي لا العاملة يعني اسمها المفروض يكون وراها ما يجيش بعدها جره مجروري بدي غير عاملة طبعا إن مرؤ مولع بالحسن يتبعه لا حظ لي أدى لا تعالوا نشوف يا طرح شروط هين تحققت ولا لا اسمها نكرة خبرها موجودة هو لم يفصل بينها وبين اسمها فاصل لم تسبق بحرف جار إذن دي لا العاملة عمل إن يبقى كده الإجابة رقم جيم هي الصحيحة أما في رقم دال فبيقول لي بي لا عندي لا هنا سبقت بي الباء فبالتالي طبعا غير عاملة يبقى عندي الإجابة رقم جيم هي الصحيحة طب بيقول كده عند جعل كلمة المخلصون مختصا تكون جملتها أنتم المخلصين الشرفاء هتقول لي ده شكل صحيح لأسلوب الاختصاص أدى أنتم وأدى هنا المفعول به تمام هقول لك تعالى نعرف الجملة أنتم ماشي مبتدأ المخلصين المفروض لو أنت قلت إنها مفعول به مثلا لو أنت قلت إنها مفعول به طبعا الشرفاء هتكون نعت ففين بقى الخبر هنا ما عنديش هنا خبر يبقى إذن ده ليس يعني ليست جملة صحيحة كده المخلصين المفروض تكون المخلصون تكون الخبر ليه لأن ما عنديش خبر للمبتنأ موجود فبالتالي هنا لا تصحي الاختيار رقم ألف لا صح طيب بكم أنا عندي ضمير المخاطبة جاي بعد منه المخلصين ممكن أحزف المخلصين دي والمعنى يتم من غيره بكم تتعلق القلوب فكده المخلصين فسرت الضمير ده إذن رقم باقي الصحيحة لأن هنا فسرت الضمير ولو أنا أستغنى عنه أستغنى عنه إذن هنا رقم باقي كده هي الإجابة الصحيحة طيب بعد كده رقم 17 بنقول الجملة التي تشتمل على اسم فعل هنا يا جماعة اسم فعل طبعا عليك الرفق عليك الرفق في أمورك دي واضحة جدا لأن ما عنديش هنا طبعا اسم فعل عندي هنا اسم فعل عليك طبعا اسم فعل أمر طبعا سماعي طيب بعد كده رقم 18 بنقول المحل الإعرابي لما تحتوي خط في الجملة التالية شتانة ما بين الحق والضلال طبعا عندي اسم فعل الأمر واسم فعل المضارع عندي الفعل بتاعهم بيكون ضمير مستطر أما اسم فعل الماض فعادي يكون الفعل موجود فما هنا اسم موصول مبني في محل رفع فعل فعل لاسم الفعل شتان طبعا نختار فعل مرفوع لأنه عايز المحل بعد كده رقم 19 عند التعجب من تمسك ذوي الخلق بمبادئهم تصبح الجملة أجمل بتمسك ذوي الخلق لا طبعا ليه ذوي دي المفروض أنه مضف إليه المفروض أنه أقول ذوي فبالتالي لا يصح أقول ذوي وهنا برضو لا يصح أقول ذوي وهنا برضو لا يصح أقول ذوي هنا أقول إيه ما أجمل أن يتمسك أنا جبت هنا فعل مستوفي للشروط لو أجمل وبعد كده جبت المصدر المؤول فيتمسك فاعل وذوي فاعل فصحة هنا لأنه فاعل يبقى يختار كده رقم جيم هي الصحيحة فاعل مرفوع طبعا بالواو طيب رقم كده 20 ما أعظم المستثمرين المستثمرون أعظم الرجال عايز نوع الأسلوب ما أعظم المستثمرين طبعا ده هنا أسلوب تعجب لأنه عندي هنا ما التعجبية فعل التعجب ده المتعجب منه إنما المستثمرون أعظم الرجال ده ده اسم تفضيل ده ده أسلوب تفضيل يبقى طبعا هنا يا جماعة في الأولى ده أسلوب تعجب والتانية تفضيل في الأولى تعجب والتانية تفضيل طبعا نجاب رقم ألف الأولى تعجب والتانية تفضيل رقم 21 بنقول نحن شباب نحب وطننا نحن شباب نحب وطننا هنا نحب وطننا في محل رفع إيه طيب تعالوا نعرف الجملة نحن ده ضمير مبري في محل رفع مبتدأ شباب خبر تمام نحن شباب تمام جملة نحب وطننا ده جملة فعلية وقعت بعد تمام الجملة يعني عائدة هنا على نكرة وقعت بعد ما الجملة انتهت يعني نحن مبتدأ وشباب خبر ودي جملة فعلية خلاص يعني يعتبر هنا وصف لكلمة شباب فينعت ليها يبقى هنا عندي وانا عندي طبعا قاعدة بتقول ان الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال فهنا وقعت بعد نكرة اذا هنا الجملة دي في محل رفع نعت في محل رفع نعت لكلمة شباب اما هنا بنقول نحن والشباب نحب وطرنا فنحن مبتدأ وعند الشباب ده مختص ليه لانا عندي نحب وطرنا ده جملة الخبر وده شكل من اشكال مختص انه يعني يأتي معرف بقل فهنا معرف بقل اذا هنا جملة نحب وطرنا في محل رفع خبر لنحن لان طبعا الشباب هتكون مفعول به يبقى في الاولى نعت والتانية خبر اللي هي الاجابة رقم الف في الاولى نعت والثانية خبر رقم 22 بنقول لي تمسك بالشكر لانه يفتح ابواب الخير عند استخدام اسم الفعل في بداية الجملة تصبح طبعا تمسك بمعنى ايه بمعنى عليك بالشكر فطبعا نختار كده اسم فعل اللي هو الاجابة رقم جيم طبعا إلزم الشكر ما عنديش هنا اسم فعل لا طبعا الشكر الشكر لا طبعا يبقى كده الاجابة رقم جيم عليك بمعنى تمسك بالشكر لانه يفتح ابواب الخير يبقى الاجابة رقم جيم كده هي الصحيحة طيب بعد كده بيقول اجعل كلمة طالب واجبة البناء علي الفتح في الجملة هنا يا جماعي المقصود ايه هنا طبعا يا جماعي المقصود هنا ايه اللي عندك في المنهج اصلا مبني ايه اللي عندك في المنهج مبني طبعا اللي عندي في المنهج مبني هو اسم لا اسم لا في حالة انه يبقى مفرد فبالتالي هنا يقصد انك تخلي كلمة طالب دي اسم لا مفرد عشان يبقى مبني لان انا ما عندش المنهج اصلا مبني غير كده فبالتالي هقول ايه هقول مثلا لا طالبة تمام لا طالبة وخليها كده مثلا كسول يبقى هنا نفيت الكسلة عن الطلاب عن جنس الطلاب كلهم فكده اسم لا مفرد فبالتالي مبني على الفتح طيب بعد كده اقرأ ثم اجب للكاتب احمد حسن ازياد من الصفات التي يقوم عليها المجتمع المتماسك الراقي ان يكون لأفراد وعي مشترك واهداف مشترك والنظام مشترك وان تشيع بينهم مبادئ الاتحاد والتعاون والمجتمع المنحل الضعيف المتهلك والذي يكون افراده رجالا او نساء اثرين انانيين كالاطفال فيما قبل السن الخامسة يتمركز كل واحد منهم حول ذاته ويدور فيه فلكها ويهتم بها وحدها ولا ينصرف عنها ولا يفكر فيها لا شأن له بالاخرين الا فيما يعود على نفسي بالخير والمنفعة وقد شعت هذه صفات صفات الطفولة الصغيرة بين الامم العربية الى عهد قريب فادت الى تأخرها وعجزها عن اللحاق بالامم الغربية وعن الوقوف امامها موقف الند وترتب على ذلك تعرضي الاحتلال والاستعمار وما ينشر الاحتلال من الفقر والمرض والفساد وطبعا زي ما اتفقنا لازم تقرأ القدامك ده مرة او اتنين قبل ما تبتدي تجاوب طيب بعد كده بنقول مرادف كلمة المنحل في السطر الثاني والمجتمع المنحل طبعا يا جماعة ليس المنحل بمعنى المتفكك ولكن الانحلال بمعنى الفساد فالمنحل هنا بمعنى الفاسد طيب بعد كده رقم 25 العنوان المناسب للنص كامل فتختار العنوان اللي بيشمل افكار النص كلها اسباب الاستعمار لا ده عنوان جزء ده تكلم عنها في جزء فقط مفاسد طفولة برضو تكلم عنها في جزء فقط وسائل التعاون برضو تكلم في جزء فقط اما اثارت الانانية فشملت مفاسد للطفولة وشملت اسباب الاستعمار فبالتالي هنا اثار الانانية هي الاجابة الصحيحة ما تحدثه الانانية طب بعد كده بيقول علاقة قوله رجالا او نساءا في السطر الثالث بما قبله هنا بيقوله يكونوا افراده افراده اللي هم من بقى رجالا او نساءا فطبعا الرجال والنساء جزء من الافراد يبقى طبعا ده تفصيل بعد اجمال يبقى طبعا نختار هنا تفصيل اللي اللي جابه رقم الف نوع الصورة في قوله تشيعوا بينهم مبادئ المبادئ ليست شيء حتى ينتشر فشباه هنا بشيء ماد ينتشر فكده حزف المشبه به وعند حزف المشبه به طبعا بتكون استعارة مكنية استعارة مكنية هي اللي بنحزف فيها المشبه به بعد كده ما الرسالة التي يريد الكاتب ايصالها من خلال النص طبعا يريد الكاتب ايصال يعني الرسالة وهي اثر الانانية وما تحدثه وابتدأ تكلم من خلال النص حدد علاقة المقال بالصحافة في العاصر الحديث طبعا هنقول تناولت الصحافة كتابات المقال او تناولت الصحافة المقال وبالتالي اثرت عليه واثرت من حسن ترتيبي وتنصيقي والاهتمام بلغته ويعني الاهتمام به من كل الجوانب وابتدي اتكلم لان ده داخل في الادب بعد كده اقرأ ثم اجب قال ابو الطيب المتنبي ارق على ارق ومثلي ارق وجوا يزيد وعبرة تترك رق جود الصبابة ان تكون كما ارى عين مسهلة وقلب يخفق ملاح برق او ترنم طائر الا انثنيت ولي فؤاد شيق جربت من نار الهوى ما تنطفى نار الغضى وتكل عما يحرق وعذلت اهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق وعذرتهم وعرفت ذنبي اني عيرتهم فلقيت منهم ما لق هنا جماع بيقول ايه مراد في كلمة انثنيتو انثنيتو بمعنى تلويتو ولا حسدتو طبعا انثنيتو انثنى عن الشيء بمعنى رجع عنه فبالتالي انثنيتو بمعنى رجعتو 31 المحسن بديعي في البيت الاول جناس وزدواك تصريع وحسن تقسيم طباق وجناس تصريع وزدواك حنشوف الاول التصريع موجود ولا لا يأرقو تترقرقو طبعا التصريع موجود حرف القف موجود هنا هو نهاية الشطر الاول زي نهاية الشطر التاني فالتصريع موجود يبقى عندي تصريع طيب تصريع وايه بقى تصريع مثلا وزدواج طبعا اني عندي الاختيار الرقم الف دا مش معي اصلا ليه? لانه الازدواج دا موجود في النثر وفكر تفكير منطقي طيب عندك تصريع وحسن تصريع والزدواج لا برضه رقم دال مش معي طب رقم بقى przyصنيع وحسن تقسيم أي وعندي حسن تقسيم أرق على أرق ومثلية أرق وجوا يزيد وعبرة تترك رق فأسم البيت للقطعتين المتساوياتين يبقى طبعا عندي هنا تصريع وحسن تقسيم إلي الإجابة رقم باء طب هنا بيقول 32 الصورة البيانية فيه ذقته طبعا احنا يا جماعة بيقول لما يبقى عندك جملة فعلية فغالبا بتكون استعارة متنية فشبه هنا هنا بيقول ايه ذقته في السطر الخامس في السطر الخامس بيقول ايه ذقته اي ذقت الهوى الحب يعني فشبه الحب هنا مثلا بشراب او بطعام وذاق فبالتالي حزف هنا المشبه به حزف المشبه به بطبعا استعارة مكنية حزف المشبه به بطبعا استعارة مكنية طب 33 الغرض الشعري الذي تتناوله الأبيات الغزل ولا الحكمة ولا الوصف ولا الاعتذار هنا يا جماعة بيتكلم عن الهوى والحب وارق هنا على ارق بسبب الجوة والحب والصبابة فبالتالي طبعا الغرض هنا هو الغزل طيب 34 وسيلة التوكيد في البيت التالت القصر والحصر ولا الترادف ولا التقرار ولا التقديم والتأخير وسيلة التوكيد في السطر التالت ما لاحبر قد او ترن مطائر الا فعندك نفي بما وعندك استثناء بإلا فاجتمع النفي مع الاستثناء يبقى طبعا وانا مغمض اسلوب قصر بالنفي والاستثناء فطبعا القصر والحص طبعا القصر بمعنى أصلا الحصر فكده الإجابة رقم ألف صحيحة بعد كده بيقول لك استنتج من الأبيات ما يدلوا على تبدل موقف الشاعر من الحب يا جماعة هنا بيقول إيه وعذلت أهل العشق حتى ذقتهم فعجبت كيف يموت من لا يعشق وعذرتهم وعرفت ذنبي أني عيرتهم فلقيت منهم ما لقم هنا جماعة في البداية كان يلوم أهل العشق على ما يفعلوا تمام يلومهم ولكن عندما جرب الحب عذرهم عذرهم على ما يفعلوا فهنا تبدل حال الشاعر من العتاب لأهل الحب على الاعتراف بما فيهم تبدل حاله كذلك تمام كده انتهينا من الاختبار أو النموذج الرابع تمام يارب كده نكون أفدناكم ونراكم دائما على خير إن شاء الله في حفظ الله ورعايت